في الوقت الذي بدأ العالم يتعافى تدريجية نوباء كورونا يقبل الفيروس بكل ثقله على اليمن واليمنيين ليضيف عبءا وخطرا لكارثة إنسانية هي الأكبر في العالم وفق تقديرات أممية وحتى اللحظة تشير الأرقام الصادرة عن اللجنة الوطنية العليا لمكافحة كورونا إلى أن إجمالية الحالات المؤكدة بلغ 354 بينها 84 حالة وفاة وهي أرقام تقديرية بالنظر إلى الإمكانات التي تمتلكها اللجنة وقلة عدد الفحوصات التي أجريت كما أنها لا تشمل الحالات الموجودة في المناطق الحوثية وهي بالمئات لكن ومن خلالها يبتضح لنا خطورة الوضع كون نسبة الوفاة إلى نسبة المصابين تتجاوز 25% وهي الأعلى على مستوى العالم كما أن نسبة المتعافين إلى نسبة المصابين ضئيلة نسبية والأخطر في الحالة اليمنية هو كثرة أعداد المصابين والوفيات بكورونا في أوساط الكادر الطبي خط الدفاع الأول في مواجهة كورونا الأمر الذي يكشف لنا حجم الخطر الذي يتهدد البلاد فبحسب الأرقام المتوفرة وصل عدد الأطباء الذين توفوا بكورونا 26 حالة وفاة بينهم أطباء كبار واستشاريون كان آخرهم الدكتورة آمال نعمان الذبحاني استشارية طب العيون واستشارية جراحة وتصحيح حول العينين الوحيدة في صنعاه والدكتور أحمد قاسم البطر رئيس قسم طب الأسنان في معهد أمين ناشر بعدن وقبلهم الكثير من العاملين في المجال الصحي في أكثر من محافظة ويرجع تزايد حالات الإصابة والوفاة في صفوف الكادر الصحي إلى غياب مستلزمات الأمان الاحترازية المطلوب توفرها للعاملين في هذا القطاع الحيوي كونهم يخضون معركة مصيرية للحيلولة دون تفشي الوباء ومكافحته فبحسب شكاوى عدة وردت من عدن وغيرها فإن الاحتياطات اللازمة في بعض المستشفيات غير كافية ما يجعل الأطباء ثريسة سهلة للوباء وهذه المشكلة قد تدفع بالكثير من الأطباء والعاملين في المجال الصحي إلى مؤثرة البقاء في المنازل على التطوع لاستقبال حالات الإصابة بالوباء ومعالجتها ما يجعلنا في مواجهة نقص حد في أعداد الكادر الطبي في هذه المعركة المصيرية ترجمة نانسي قنقر